السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من اغلاق الحدود بسبب الازمة الصحية قررت السلطات الاذن تدريجيا باستي اناف الرحلات الجوية والخدمات البحرية وكان مجلس الوزراء قد اعطى في 16 مايو موافقته على الاستي اناف الجزئي للرحولات الجوية من الجزائر واليها في الاول من يونيو سمحت السلطات للخطوط الجوية الجزائريات وشركات الطيران اخرى بتشغيل حوالي عشر رحلات جؤية في اليوم من والى مطارات الجزائر وقطسنطينا ووهران ومنذ ذلك الحين زادت السلطات تدريجيا عدد الرحلات الجوية من الجزائر واليها في 28 مارس اعلنت وزارة النقل عن برنامج جديد من 64 الرحل جديدة للخطوط الجوية الجزائرية كما سيتم تشغيل نفس عدد الرحلات من قبل شركات اجنبية بعد اعادة فتح الحدود الجوية بشكل جزئي قررت السلطات اعادة فتح الحدود البحريات في الحادي والعشرين من اكتوبر تم الترخيص لشركة عبارات الجزائر بطشغي الخضمتين اسبوعيا الى مرسليا وآلية كانتي من الجزائر العاصمة ووهران عدد الرحلات والخدمات البحريات ماذا سيقرر مجلس الوزراء مع اقتراب موسم الصيف يتزايد الطلب بشكل حاد على الرحلات الجوية والخدمات البحريات من الجزائر واليها خاصة بعد عامين من الازمة الصحية هل يقرر مجلس الوزراء زيادة عدد الرحلات الجوية التي تديرها الفطوط الجوية الجزائريات وشركات اجنبية اخرى بالاضافة الى الرحلات الجوية ينتظر الجزائريون بفارغ الصبر برنامج موسم الصيف الخاص لشركة الشحن الوطنية برنامج المعابر البحريات لشركة البحريات لهذا الصيف جهز وينتظر فقط تصديق سلطات لقد لاحظنا برنامج عبور يغطي جميع المواني الجزائرية تم استفاء جميع الشروط من اجل الاستئناف الكامل لعبارات الجزائر والجميع ينتظر الضوء الاخضر من رئاسة الجمهور اشتركوا في القناة